بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخوانا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم وبعد ما في مشكلة في الاسمدة وارتفاع الاسعار بتاعتها فاضطرنا طبعا نعدل برامج التسميد بما يتناسب مع المزارع البسيط في الفيديو ده هوت انا هتطلق على بانوراما زراعية مدونة بانوراما زراعية اكتب كده مدونة بانوراما زراعية رجب الشبراوي تمام هتلاقي قدامك الصفحة دية او موقعي على بلوجر مدونة بلوجر هتلاقي الموقع بتاعي ده هوت هتلاقي فيه البرنامج ده هوت بتاع اكتب برنامج تسميد الخيار الصيفي داخل البيوت المحمية بالنسبة للبرنامج ده هوت مقسم لقسمين للجماعة اللي هما بيشتغلوا اسميدة احادية والجماعة اللي هما بيشتغلوا اسميدة مركبة تمام بالنسبة للخدمة الاساس احنا تكلمنا عليها قبل كده وبردو هتطلقها هي بالكتابة تمام وبعد كده حضرتك انا هتطلق بردو الخدمة الاساس اللي انت المفروض تحطها اساسا قبل الزراعة خالص مجرد الحرط وتشوق الخطوط بتبدأ تحط السميدة العضو بتاعك وسوبر فوسفات والبوتاسيوم والمحبب والكابريت الزراعي المحبب طبعا البرنامج يا جماعة عامله عشان محدش يقول لي بالفدان وبالهكتر وبالإكر وبالدونم وبالفدان القصة اللي انا عاملها على اساس المساحة الف متر مربع مساحة الارض اللي انت بتجهزها في الحرط والحاجات ديات الف متر ايه مربع تمام طيب بالنسبة لبرنامج التسميد بقى لا عامله لك حضرتك الف نبات الف نبات عشان ما تسألنيش بعد كده عامله الف نبات وقرأ كل كلمة انا كاتب لك كلام مش هتلاقيه في اي مكان والله على ما اقول شهيد يومين اتنين بعديلك في البرنامج دهوت وبازبطه لك على الموقع على الانترنت تفيرت تدخل تشوف مش عايز تشوفه حياة كل ما تشوفهوش تمام الفترة الاولى طبعا دي اول حاجة هتلاقيها الاسميدة الاحدية وركز في العنوين الجداول علشان تطلع بحاجة سليمة تمام هم مقمس دقايق اللي مسموح بيهم بس تمام فبسرعة كده الفترة طبعا الاول حاجة هتلاقييني السماد الاحدة السماد الاحدة الناس باستخدم النطارات وحمض الفسفوريك وحمض النتريك والسلفات البوتاسيوم دي اسميدة احدية كلها الناس الغلابة اللي زحالاتي كده تمام وعمله لك طبعا برنامج التسميد بيبدأ يا جماعة في بالنسبة للبزور مع المبداية ما الورقة الثالثة والربعة تبدأ تشتغل معاك ازرع اشتغل سيدي تمام ابدأ سمي تمام طب بالنسبة للشتلات بعد سبات الشتلات تقريبا اسبوع يعني من بداية الشتلات تمام الفترة الاولى يا جماعة هي الفترة الاولى برنامج التسميد من عمر 21 يوم تمام هنبدأ من عمر حتى عمر 21 يوم من بداية التسميد بتاعك 21 يوم وهو الفترة الاولى لحد اصل من بداية سبات الشتلات او اربع الورقات حقيقية لحد اليوم الواحد وعشرين ومن يوم الواحد وعشرين الفترة التانية في السماد الاحادي لحد حضرتك الواحد واربعين ومن يوم الثلاثة واربعين تمام في الفترة التالتة بقى من برنامج التسميد الاحادي من يوم الثلاثة واربعين لحد اليوم الواحد وستين حضرتك اه وبتكمل بقى للاخر تقريبا انت كده بتكون في عمر خمسة وسبعين يوم تمام والجماعة اللي هون بيشتغلوا اسميدة مركبة برضو الفترة الاولى برنامج التسميد الاسميدة المركبة من بداية التسميد حتى يوم 21 يوم من بداية التسميد اللي هو قلنا ثلاث ورقات حقيقية أو النسبات الشكل تمام لحد 21 يوم الفترة الأولى الفترة الثانية لحد 41 يوم الفترة الثالثة حضرتك لحد 61 يوم تمام ما تنسانيش فيه التسميد تدخل تشوفه كويس وما تنساش حضرتك التسميد بالعناصر الصغرى كل 15 يوم من شركة محترمة من شركة ايه من شركة محترمة تبدأ تسمد التسميد بتاعك ده اللي حبيت اقوله في البرنامج ده هو البرنامج محترم جدا ياريت تشوفه وصدقني هتطلع نتائج محترمة ونتائج مبهرة جدا الجماعة وطبعا الخير الصيفي سريع فبالتالي انتاجه بكون قوي وبالتالي عايز برنامج تسميد محترم اقرأ كل كلمة في المقال صدقني هتبقى بروفيشنال وده مش كلام ولا دعاية ولا يوتيوب ولا الكلام الفضل ده كلته تمام زي ما حضرتك شايفة هو اقرأ كل كلمة تلاقي كلام كويس جدا وموضوعات كتيرة جدا على مدوانة بنورامة زراعية رجب الشبر وقتلا ان شاء الله الفترة الاولى هيت في الاسميد الاحادية الفترة التانية اهيت تمام الفترة التالتة اهيت في الاسميد الاحادية في الاسميد المركبة الفترة الاولى الفترة التانية والفترة التالتة اهيت تدخل وتعمل لها دون لود وتقرأ كل كلمة وطبعا الحمد لله ما فيش مصدر الا انا يعني اي حاجة حصلت لك انا اللي ملزم ان شاء الله بالقصة دي